اشتركوا في القناة الانهيار الشامل يطل برأسه وتحذير من ارتفاع معدلات العنف والجريمة اهلا بكم الى نشرة اخبار صوت بيروت انترناشنال المنظومة الفاشلة الفاسدة لا ولن تتغير جاءت بالمصائب والكوارث على لبنان وهي لن تتوقف فالاتحاد الاوروبي وضع عقوبات المسؤولين اللبنانيين على نار حامية ويبحث في اليات لاطلاقها توازيا فرنسا اتخذت اجراءات حاسمة لمنع الشخصيات اللبنانية المتورطة في الفساد وعرقلت العملية السياسية من دخول اراضيها عربيا معظم الدول العربية لا سيما الخليجية منها فقدت الامل بالمسؤولين اللبنانيين بعدما اكتشفت حقيقتهم وهي تستكمل فرض حضرها على البضائع المصدرة من لبنان بعدما حول حزب الله المرافق اللبنانية منصة لتصدير المخدرات على انواعها واخيرا وليس اخرا امريكا فرضت امس عقوبات على سبعة لبنانيين على صلة بحزب الله وبمصرفه القرد الحسن واكدت في بيان اصدرته ان اعمال حزب الله تظهر عدم اكتراثه بالاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان ففي مواجهة كل هذه الامور الخطرة والمصيرية ماذا فعل المسؤولون لا شيء وكيف يفعلون شيئا والمتهم في كل الحالات هو حزب الله الذي اوصلهم الى مراكزهم وحماهم وقواهم وذلك بقصد وحيد ليشكل له درعا يحميه من مساءلة الخارج ان جميع من في هذه السلطة اليوم متواطئون مع حزب الله بدءا برأس الهرم وصولا الى اخر مسؤول اكثر من ذلك كبار المسؤولين لا يتجرؤون على ان يبحثوا في امر يتعلقوا بحزب الله والدليل النفي الذي صدر عن مصرف لبنان قبل قليل وفيه ان رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان لم يبحث في موضوع القرد الحسن الا يؤكد هذا النفي السريع ان اركان الدولة صاروا رهينة الدولة فكيف يمكن لرهائن ان يحرر الوطن والناس البداية مع الزميلة جاسي طراد قسطون وتدعيات العقوبات الامريكية على حزب الله كيفك جاسي مرحبا سلمان تدعيات على حزب الله ام اكثر على القطع اكثر للأسف يعني التدعيات ستكون على اللبنانيين وعلى ما تبقى من ودائعهم اردت ان اصلت الضوء انه لم يصدر نفي واحد وانما صدر نفيين نفي من الاصر الجمهوري انه لم يتم التباحث بوضوع القرد الحسن ونفي من مصرف لبنان انه لم يتم التباحث بالقرد الحسن وبالتالي يعني المسؤولين علما ان القرد الحسن هو بصلب العقوبات الجديدة اللي طالت سبعة لبنانيين هم مسؤولين بمؤسسة القرد الحسن اللي تعتبر الذراع المالي الأهم لحزب الله وطبعا المسؤول عن الوحدة المالية للحزب يعني كما قلت لا يجرؤ المسؤولين اللبنانيين حتى مناقشة القرد الحسن اللي هو مؤسسة تخالف القوانين والأنظمة المالية اللبنانية للأسف فكيف سنتحرر لا نعرف نعم فضل عموما العقوبات الأمريكية الجديدة اللي طالت سبع لبنانيين بشكل الذراع المالي الأهم لعمليات الحزب المالية تعطي الكثير من الإشارات أولا أن الولايات المتحدة مستمرة بتضييق الخناق على عمليات تمويل الحزب العابرة للقارات وقنواته لاستعمال النظام المالي العالمي كما من المؤشرات المهمة التصريح الواضح لوزارة الخزان الأمريكية أي وزارة المال الأمريكية اللي اعتبرت أنه جماعة حزب الله تواصل إساءة استغلال القطاع المالي لبناني وتحميله مسئولية تجفيف الموارد المالية للبنان ما يزيد من الضغوط على النظام المالي المصري في اللبناني ويهدد بوقف ما تبقى من التعاملات مع المصارف المراسلة بعد ما بدأ بالفعل البعض منها بوقف تعاملاته مع المصارف اللبنانية نظرا إلى مخاطرة المرتفعة كل ذلك قد يؤدي إلى مزيد من العزلة المالية للبنان ويهدد كل التحويلات وكل الاعتمادات إذن واشنطن شدت الخناق المالي على حزب الله والقرد الحسن بمحاولة جديدة لتقويد تمويل الحزب أدراج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الأوفاك على لائحة العقوبات سبع لبنانيين على صلة بحزب الله وشركته المالية القرد الحسن لتستخدم كغطاء لإدارة الأنشطة المالية للجماعة الإرهبية والوصول إلى النظام المالي الدولي وحددت الولايات المتحدة براهيم علي ظاهر اللي بيشغل منصب رئيس الوحدة المالية المركزية لحزب الله اللي بتوضع الميزانية والإنفاق العام للحزب بما في ذلك تمويل الجماعة لعمليات الإرهبية وقتل معارضي الجماعة بحسب البيان الأمريكي كما أكدت الولايات المتحدة استخدام الأفراد الستة الآخرين كغطاء للحزب عبر حسابات شخصية ببعض البنوك اللبنانية استعملت لتسهيل عمليات مؤسسة القرد الحسن وهن أحمد محمد يسبك، عباس حسن غريب، وحيد محمد سبيتي، مصطفى حبيب حرب، عزة يوسف عكر، وحسن شحادي عثمان وبحسب بيان الوزارة الأمريكية، هالحسابات استعملت لتحويل نصف مليار دولار نيابة عن الحزب لخارج لبنان اللي بيعاني من شح سيولة أشح بالعمل الصعبي وقد يعرض المصارف اللبنانية أيضاً لعقوبات محتملة وبالتالي لأفليسة بوقت يمر لبنان بأصعب مرحلة مالية بتاريخه ما يهدد بدوره ما تبقى من مدخرات اللبنانيين بهالبنوك كما يهدد تضليل حزب الله للنظام المصرفي اللبناني الأمن الاجتماعي فمع وقف التعاملات مع المصارف بالخارج لن يعود باستطاعة لبنان استيراد المواد الحياتية الأساسية وسيصبح أسير دولة معزولة عن العالم نهاية المتابعة الاقتصادية شكراً جاسي اجتداد وعمليات تبادل القصف بين قطع غزة وإسرائيل ومخاوف من امتداد الصراع إلى جنوب لبنان منذ أيام انطلقت أكبر مناورة عسكرية في تاريخ إسرائيل تحاكي الحرب الشاملة على لبنان وغزة وبمشاركة وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والأجهزة الطبية في الداخل الإسرائيلي لكن لم يتوقع أحد أن تتحول تلك المناورة إلى واقع مع انطلاق العدوان على حي الشيخ جراح في القدس ورد الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ على الداخل الإسرائيلي وتحديداً تل أبيب الآن هناك سؤال يطرح من سيستثمر في عملية تبادل إطلاق الصواريخ؟ إيران أكثر أم إسرائيل أكثر؟ وهل فعلاً هذا القصف المتبادل هو كان الملعب الذي يريده الإسرائيلي أم الملعب الذي يريده الإيراني؟ هذا هو السؤال الذي يقف وراء كل التطورات لكن يتخوف الجميع في لبنان من انتقال شرارة ما يحصل في غزة إلى الجنوب إذا فعلاً تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار فستفصل الأمور فستقف الأمور عند هذا الحد ولكن تطوير الموقف من الجبهة اللبنانية أو من الجبهة السورية باتجاه الداخل الإسرائيلي أعتقد أنه سيوسع دائرة الاشتباك ولن يفضي إلى أي انتصار سياسي لطهران لذلك أعتقد أن الأمور ستبقى هنا لن يتطور الموقف إلى الحدود اللبنانية مع فلسطين ولن يتطور إلى الحدود السورية مع فلسطين المحتلة أنا أعتقد أن ما يريده الإيراني هو القول أنه نحن نستطيع إطلاق النار من غزة ونحن من يقف إطلاق النار وهذه طبعاً هي أمثولة مكرسة في لبنان الكل يعرف أنه طهران هي من يطلق النار في من الجنوب اللبناني وطهران هي من يقفها ولكن الآن هناك استخدام للورقة الفلسطينية بالإضافة إلى الأوراق اللبنانية والسورية والحوثية لبنان المنهك داخلياً من إعباء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأكبر في تاريخه منهك أيضاً خارجياً ومحاصر ومقاطع من معظم الدول الفاعلة في المنطقة لا يتحمل أي مغامرة غير محسوبة خصوصاً أن مغامرة تموز 2006 كانت جزءاً أساسياً من الانهيار المالي الذي نعيشه اليوم والآن إلى الفقرة السياسية مع الزميلة دونيز رحمي فخري كيفك دونيز؟ كيفك سلمان؟ في شي تغير على صعيد الحكومة؟ ما في شي تغير والسؤال اليوم أين توقفت مساعي التأليف؟ شو هي العقدة لأوقفت كل هذه المساعي؟ آخر الاتصالات استضمت بعقدة الوزيرين المسيحيين المؤدي إلى عقدة العقد الجديد القديمي أثلوس المعطل عقدة أمال على مساعي سيقوم بها البطريارك الراعي بعد زيارته الأخيرة إلى القصر حيث سمع من رئيس الجمهورية كلما واضحا بأنه لا يريد ثلثا وأن المطلوب أن يقدم الحريري سيغة جديدة متكاملة من دون استثناء أي حصة طائفية هذا الكلام لم يدم طويلا بحيث عاد رئيس الطيار النائب جبران باسيل عندما زار بكركي ولب دعوة الراعي إلى العشاء عاد إلى الثلث وأن بشكل غير مباشر عندما أصر أن يسمي رئيس الجمهورية الوزيرين المسيحيين الإضافيين إلى العشرة الموزعين بين ستة للرئيس ووزير للتشناك ووزير الحزب السوري القومي الاجتماعي إضافة إلى وزيرين للمردة وبالتالي يكون الرئيس والتيار بشكل غير مباشر قد حصل مع التشناك ووزير للحزب الديمقراطي على أكثر من ثلث داخل الحكومة وعند هذه النقطة عادت وتوقفت مساعي البطريارك وأي اتصالات أخرى في أرويقة القصر الجمهوري كلام عن أن الرئيس عون لن يقبل باستمرار الوضع على ما هو عليه وهو سيقدم على خطوة ما بعد عيد الفطر لكن أي خيارات أمامه إذا لم يعتذر الرئيس سعد الحريري المتوفر حتى الآن على ما يبدو هو إحراج الحريري لإخراجه ودفعه إلى الاعتذار ويربط البعض بينما تردد عن جسي نابض الرئيس ناجيب ميقاتي ليكون البديل وبدأت ضغط على الحريري إما من خلال ضعضعة صفوف نادي رؤساء الحكومات السابقين أو خلق رأي عام يصب في مصلحة توجيه اللوم على الرئيس المكلف تحت عنوان أن التكليف لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية وبالتالي هذا الضغط هدفه أيضا حث النواب الذين كلفوه إلى إعادة النظر بهذا القرار بعدما تبين أن مهمته صعبة وتعايش بينه وبين الرئيس عون ورئيس التيار بات مستحيلا لكن هل الرئيس ناجيب ميقاتي مستعد لهذه الخطوة؟ طبعا مصادر مقرب من الرئيس ناجيب ميقاتي تنفي هذا الأمر وتؤكد أن التواصل مع ميقاتي من قبل الرئيس عون والتيار الوطني الحر حصل منذ زمن وسبق ورفض ميقاتي العرض والمعلوم أن ميقاتي غير مستعد لتكرار تجربة سابقة مع الرئيس وصهره لم تنجح عندما ترأس حكومة بين عامي 2011 و2013 هذا وتؤكد مصادره أنه من أشد المطالبين بعدم اعتذار الحريري وهو كرر في تصريح له من عكار منذ يومين بأن الاعتذار انتحار سياسي أيضا مصادر قصر بعبده في اتصال معنا أكدت أن هذا الكلام وأي جس نبض مع ميقاتي لم يحصل وتستغرب مصادر بعبده مصدر هذا الكلام بعدنا محلنا نعم وأكثر كمان معقدة لأمور للآسف يمكن نرجع لورا شكرا لألك دونيس يعطيك العافية ونتابع النشرة الانهيار الشامل يطل برأسه وتخوف من ارتفاع أعمال العنف والجريمة قلق وخوف من المستقبل والآتي أعظم بحسب كل المحللين والخبراء الذين لم يخرجوا منذ أشهر بدراسة تدعو إلى التفاؤل فأصبحت كلمة الانهيار مرادفة للحياة اليومية للبنانيين الذين ينتظرون ما ستضيفه الأشهر المقبلة من كبوات وأزمات ومشكلات تبدو كأنها بلا نهاية الواقع أن السنة الحلية لا تزال تحمل المزيد من ارتدادات الأزمة المالية والاقتصادية التي أصابت كل لبنان لا بل أن التوقعات تشير إلى أن هذه الأزمة ستترك أثارها إلى ما بعد السنة الحالية مرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية في لبنان صلت الضوء على خمس مشكلات شائكة تبدأ من زيادة البطالة والعوز انطلاقا من توقعات البنك الدولي الذي أشار إلى أن الفقرة سيطال أكثر من نصف سكان لبنان في الأشهر المتبقية من السنة كل هذا ناتج طبعا عن ارتفاع نسبة البطالة التي تخطى معدلها 30% في العام الماضي بعدما أصبح أكثر من 350 ألف شخص من دون وظيفة بسبب الرقود الاقتصادي وإقفال عدد كبير من الشركات لأبوابها كل هذا يأخذنا إلى مشكلة ثانية وهي ارتفاع معدلات العنف والجريمة وهو ما أكدته الأرقام الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي ذكرت أن نسبة الصريقات في الربع الأول من السنة زادت بنسبة 162% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وذلك في موازات ارتفاع نسبة جرائم أيضا بنحو 2.4% للفترة عينها وتنام العنف لا بد أن ينمي مشكلة ثالثة ترتبط بالنزعات الانعزالية التي قد تغذي التطرف وتؤدي إلى المزيد من مشاكل المجتمع المقسم والمفكك في جوانب عدة كما تبرز مشكلتان إضافيتان ترتبطان بالجانب الاجتماعي الأولى هي تأزم أوضاع القطاع الصحي الذي يعاني ماليا والمتأثر بهجرة عدد كبير من الأطباء حيث أشارت الإحصاءات إلى أن عددهم بلغت 600 طبيب حتى نهاية شباط الماضي أما الثانية فهي تدهور مستوى التعليم المدرسي والجمعي ففي الشق الأول خرج أكثر من مليون ومئتين ألف طفل من المدارس في عام واحد وذلك في موازات نزوح أكثر من 8000 طالب من المدارس الخاصة إلى الرسمية بينما عجز العديد من الطلاب الجامعيين عن التسجيل في الجامعات الخاصة لعدم تمكنهم من دفع أقصاتها باختصار هذه هي صورة الانهيار الكبير الذي سيغير وجه لبنان إلى الأسوأ في وقت لا يزال السياسيون يتلهون بصراعاتهم الضيقة وحسابات منافعهم الشخصية من دون الاكتراث إلى مستقبل العباد والبلاد وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار شكرا للمتابعة وإلى اللقاء